البرلمان الأوروبي وافق على تخصيص حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو اقترحتها المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون ديرلين أبلغت الرئيس الأوكراني زيلنسكي في وقت سابق من الشهر الجاري بأنها ستناقش خلال هذا الأسبوع خطة لدعم أوكرانيا وذلك خلال سنة 2023 بذات القيمة المالية وأكد الطرفان على أهمية ضمان التمويل المنتظم لاحتياجات الدولة الأساسية بغية دعم إصلاحات أوكرانيا ومصارها نحو عضوية الاتحاد الأوروبي وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى تقدر بالمليارات منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا